إخوة الإيمان إن الله عز وجل قد بيّن في كتابه العزيز كل أمر عظيم وكل أمر ضروري لحياة الإيمان بيّن في القرآن الكريم كل ما يلزم لاستقامة الإنسان على الصراط المستقيم بيّن كل ما نحتاج إليه في حياتنا اليومية واصلتنا بالله عز وجل وحياتنا الإيمانية المشكلة وين تقع المشكلة؟ المشكلة أننا في خضم الحياة وخضم المعلومات ضاعة البوصلة ضاعة البوصلة ففقدنا سلم الأولويات اليوم أحد أكبر المشاكل التي نعاني منها كمسلمين وكأمة إسلامية وكحركات دينية وووو إلى آخر هذه السلسلة أننا فقدنا سلم الأولويات فقدنا شو رقم واحد وشو رقم اثنين وشو رقم ثلاثة مع العلم أن سلم الأولويات واضح بالحياة بالأمور الأخرى واضح بالحياة يعني إذا اليوم جابوا واحد على مستشفى يعني مقطوع شريانه عم بينزيف إيه؟ وبحاجة لعملية تجميل يعني بأنفه أو بإذنه أو وقع طيب إذا الأطباء قعدوا يشتغلونه بعملية التجميل وتركوا الشريان اللي عم بينزيف شو حكمهم بالطب هذول شو بيساورهم؟ لحد هلأ على بيت خالتون شوي تاني ما منعرف شو بزي مع التطورات والتمدلات تغيير المفاهيم وانقلاب البديهيات ما منعرف بس مبدئيا لحد هلأ خربان بيت خربان بيت فدائما يا أحبابنا فقدان الأولويات يؤدي إلى زعزعة كبيرة يؤدي إلى خطأ فأخطر شيء أن نفقد الأولويات مع الله عز وجل أخطر شيء أن نفقد الأولويات بإيماننا وبوجودنا حياة الآيات اللي تعرضنا لها الآيات يعني هامة جدا يعني لا أقول أنها هامة جدا لدرجة الخطورة يعني لدرجة خطيرة خطيرة جدا الله عز وجل يتحدث عن طائفة من البشر من الناس يلي في أنواع عديدة وهؤلاء الذين كفروا هي فئة من الذين كفروا فذكر الله عز وجل فقال بالآيات اللي مرت معنا بالآية 160 من كفر بالله من بعد إيمانه إذا إنسان كفر بالله بعد ما كان مؤمن آه معناتها هي الحالة كل آياتنا معرضين إلى يعني هذا مولي كافر بالأساس يعني في ناس كافرين ابتداءا هو ما أسلم ولا يعرف الإسلام هو كافر بالإسلام ما عم بيحكي الآيات ما عم تحكي على هدول لا عم تحكي على مجموعة تانية قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا إذا واحد تعرض لتعزيب تعرض لشي قاهر يعني فاضطر أن يلفظ كلمة كفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان آه معناتها هنا موقع الإيمان وين هو القلب فقال مو هذا هو المعني وذكرنا قصة عمار بن ياسر كيف أتى إلى النبي باكيا وشاكيا وذكرنا القصة من أدت أسابيع فقال له النبي كيف وجدت قلبك فقال له لا أنا قلبي كان مطمئن بالإيمان قال له إن عادوا فعود إذا رجعوا وقعت بهيك موقف أو بهيك كذا طبعا يا أحبابنا هذا الكلام اليوم مهم كثير كثير مهم وأنا أعني ما أقول ليش؟ لأن شو حتجيب الأيام ما منعرف فكثير ضرور الإنسان يكون متسلح بهالفقه هذا يعرف هالفقه هذا قال ولكن من شرحها بالكفري صدرا قال ولكن في واحد بعد ما آمن وقال رجع إن شرح صدره إلى الكفر يا لطيف شرح صدره إلى إيش؟ إلى ولكن من شرحها بالكفري صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظم قال معناته يوم منقول بالفاتحة غير المغضوب عليهم مين هدول؟ قال لا هذا كلام كتير اختصار للواقع كتير اختصار قال كل من آمن بالله ثم كفر بعد ذلك وانشرح صدره لهذا الكفر فهو إيش؟ ينطبق عليه هذا الكلام ولكن من شرحها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم طيب والله هالكلام بيخوي أطيب يا رب بدنا بدنا كمان وصف لهؤلاء مين هدول؟ شو صفتهم؟ شو تركيبتهم؟ شو ترتيتهم؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر وبينا بالأسبوع الماضي هذه الطبقة التي استحبت الحياة الدنيا فضلت لحياة الدنيا عن إيش؟ وألغت الآخر من حساباتها تجيب تطلع حساباته كل ياته دنيا كل ياته دنيا أخي فيك تساوي هالشغلة؟ هي ساوية بس بشرط ما حدا ينتبه عليك طيب وأين الله؟ لا الله ما داخل وين الآخرة؟ وين حساب الآخرة؟ المهم ما حدا؟ المهم ما تنلقيت يعني اليوم المبدأ إذا حسنت السائب دون ما تنلقيت ساوي اللي بدك بس المشكلة إذا شو؟ إذا لا أطوك هم بدك تنتبه يعني أيهوة فمعناتها هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا أصبحت الحياة الدنيا هي كل شيء بوجودهم وألغوا الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ما عد ما عد فيه قال هاي أول صفة من صفاته فطيب شو في كمان ما في صفة تاني؟ لأن كمان موضوع الحياة الدنيا بينا اليوم في الناس حب الحياة الدنيا هذا ابتلاء واقع في البشر وذكرنا الطبقات بالآخير وبينا بالآخير من كتر ما خافوا من حب الحياة الدنيا قال لك أنا ما بقى بدي دنيا لا بقى بدي مصاري أنا بدي إنعزل بدي عيش بصلي ركعتين بالجامع وباكل خبزة وزعتر قالوا لا موهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وبينا كيف الله عز وجل أعطى سيدنا إبراهيم وجيها في الدنيا كان له وجاها فكل شيء في الدنيا محمود يا أحباب محمود إذا كان الغاية منه إيش الآخرة إذا غاية منه إيش الآخرة وأما إذا كان الغاية هي الدنيا للدنيا والغاية الدنيا مع عدم هون وقعنا بإيش بالمرحلة الخطيرة فذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فمن صفات الكافرين أنه هنن اهتموا بالحياة الدنيا وألغوا الآخرة من إيش ألغوا الآخرة من كل حساباتهم قال طيب بس هيك قال لا قال في صفة تانية وهي هي بقى موضع الشاهد وهي هي موضع البحث قال أولئك الذين تضع الله على قلوبه طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ما في شك مين عم بيقول هيك مين عم بيقول مو سي ان ان مو جزيرة نيوز مباشر رب العزي عم بيقول لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون فالواقع يا أحبابنا إذا بتلاحظوا بالآيات تكرر موضوع أساسي جدا بالآية 106 تكرر موضوع إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان فبينت الآيات أن موضع الإيمان هو إيش القلب الآية الثانية اللي بيّنت حات الكفار أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فقال دخيلك شو يعني قلوبهم شو قلب قال شو شو القلب قال هذا مربط الفرس هذا أساس الإيمان هذا أساس الصلة بالله عز وجل هذا أساس معرفة الله عز وجل فاليوم يا أحبابنا كل شيء له وسيلة كل شيء له جهاز له جهاز قال أخي فيه إشارة هاتف خلوي هون بالمكان في بس لحتى لحتى أن تكون فيه موجودة الإشارة أو غير موجودة بحاجة أن يكون معك شو الجهاز المناسب شو هو الجهاز المناسب لالتقاط إشارة الهاتف الخلوي هو الجهاز الهاتف الخلوي قال يا أخي فيه تلفزيون هون إشارة تلفزيون قال نعم قال إي وينما أنا شايفينا قال إي بدك جهاز شو الجهاز اللي بلقط إشارة التلفزيون هو جهاز التلفزيون بيأخذ هال إشارات هاي وبترجم لك ياها إلى صوت قال أخي شو هو الجهاز لتزوق العسل أنا بديدوق العسل يعني الواحد فالله بديدوق العسل بإدنه بعينه شو بديدوق العسل لإنسانه إذا داؤه بعينه بلاقيه حلو ما بلاقيه حلو أيها الإنسان أيها الكائن البشري طيب قال ما هو الجهاز المعني بالإيمان قال القلب ما هو الجهاز الذي عن طريقه تتصل أيها الإنسان أيها الكائن البشري الغريب اللي خلقك بديعي اللي أنت متفرد ومتميز شو الجهاز اللي رب العالمين عطاك يا قال هو القلب طيب يا أستاذ والله أنت هلأ عم تفتئنا جروحاتنا وعم بتحطنا يعني بموقف صعب شو يعني أصدق القلب شو أصدق شو قصدت بالقلب ماذا تعني بهذا الأمر فهي إحدى الأولويات اللي سقطت اليوم يا أحبابنا وأقولها صراحة وعلى رؤوس الأشهاد سقطت في مجام معنا ومساجدنا قبل ما تسقط بالبارات والحانات سقطت بتوجيهنا وتعليمنا قبل ما تسقط وين اليوم أستاذ القلوب يا أحمامنا وين اليوم مادة القلوب في جامعاتنا الشرعية وفي كلياتنا وفي شو اسمه؟ للأسف يا أحبابنا هذا الموضوع أصبح من القضايا شو؟ من القضايا الضائعة طيب إيه؟ آل شيخ شو؟ آل أنت عم تتلقى مكالمات خلوي آل عم تتلقى كتير بس ما عم بسمعهم ولا عم بالقطون ليش؟ آل مضيع هات في الخلوية إذا ضيعت تليف هناك تتلقى مكالمات؟ ما حتتلقى مكالمات آل طيب وايض ضاع القلب آل طيب أستاذ يعني هالموضوع مكتير واضح آل لنشوف لنشوف هالموضوع واضح ولا مكتير واضح ولنشوف أنه هالموضوع أخذ من العناية والرعاية آل ولا يعني فعلاً كان الموضوع يعني غائب الحقيقة حقيقة يعني يا عبابنا النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا اليوم ندعي محبة النبي وكلنا ندعي سنة النبي وكلنا ندعي إنه يا عبابنا السنة مو ربطة مسويق حق عشر ريالات إذا هاي السنة إذا السنة ربطت مسويق حق عشر ريالات وأنينة عطر وثوب أبيض وشوية كم شعره اليوم هيك صعبت تسميه النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف مضغطا في الجسد اعرف مضغطا في الجسد اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ضعيف مضعيف حديث شيخنا انه ضعيف شان لا يعزر قال لا والله قال حسان قال اكتر من هيك قال شو لك قال متفق عليه شو درجة صحة الحديث متفق عليه شو يعني متفق عليه يعني اعلى درجات الصحة الحديث متفق عليه اكبر قطبين بعلم الحديث البخاري وستب اتفقوا على صحة هذا الحديث متفق عليه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب وكذلك ورد في الحديث إن الله لا ينظروا إلى صوركم وأجسامكم وأجسامكم اليوم قديش عم بنحط ما لشي عمليات تجميل رقم هيك تريليون بالتريليونات يعني صناعة عمليات تجميل قديش صناعة المواد التجميلية اللي زيادة ما بنحكيها صناعة الأناقة واللياقة وهالجسد كله بالآخير لوين لوين على الشنزيليزي على مدحف اللوفر لوين آخرته يا أحبابنا بأحسن الأحوال إذا الأمور طبيعية ونظامية وماشية بدون الكوارث ومشاكل وجبة للدود طبعا إذا فيه شغلات تانية ما بنحك قصص تانية هذا بطن الحوت أكله هذا أكلته قرش هذا أكله ما بعرف قصص تانية بس بشكل عام إذا الأمور نظامية ومقدرة والإجنازة قبل العصر لأن بعض العصر ما بصير تصيب إجنازة وإذا الأمور كلها سليمة فهو إيش بأحسن الأحوال وجبة للدود يا أحباب وجبة للدود فهذا قال إن الله لا ينظروا إلى صوركم قال أخي كم مرة أنت تطلع على حالك بالامرأي يعني وجوز الرجال ما تتطلعوا بس كم مرة تطلع على حالك بالامرأي هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم فهذا يا أحبابنا قال ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدر يعني شو صدره وأشار إلى قلب وردت يا أحبابنا كلمة القلب بشكل مفرد وبشكل جمع ومسندة إلى الضمائر بمية واثنين وثلاثين موضع بالقرآن الكريم كم موضعين؟ مو آية وحدة مو آيتين مية واثنين وثلاثين موضع وذكرت كمان كلمة الفؤاد باشتقاقاتها حوالي 18 مرة وردت كلمة الصدر بالإفراد والجمع والإسناد للضمائر بمعنى القلب بحوالي ميه بحوالي أربعة واربعين موضع يعني ورد عن القلب ما مجموعه 149-194 موضع عن القلب 194 موضع فهذا يدل على شيء يا حبابنا يدل على يعني كثرة الأهمية ويدل على كثرة المكانة ويدل على الاعتناء من الله عز وجل بهذا الموضوع فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية القلب ليش لأنه هو ساحة الإيمان هو ساحة الشعور هو ساحة الصلاة بالله عز وجل هو صفة الكفار وهو صفة المؤمنين الكفار في إلن صفات يا أحبابنا يعني الأحوال المذكورة في القرآن الكريم عن القلب تجاوزت الأربعين حال تجاوزت الأربعين حالة كل حالة دراستها الله وكيلكون بدي دكتوراه كل حالة دراستها بدي دكتوراه يعني لا تظنوا حالات القلب العادية أنه دكتور هذا بيش بختص قال هذا اختصاؤه احتشاءات بس ما بيمد إيده على شغلات تانية هذا اختصاؤه شو قال هذا اختصاصه حلو هالحكي هذا أنا ما بالعكس أنا عم بسني على هذا الأمر طيب هذا قلب الدنيا شو يحلو؟ طيب قلب الآخرة شو وضعه؟ قال نعرف الفرق بين الران وبين الغان وبين الطبع وبين الختم وبين القفل وبين كله مسكور بالقرآن الكريم؟ كله مسكور بالقرآن الكريم؟ كل حالة من الحالات هل شعرنا بحالة القلب المنيب؟ ولا بالقلب الخاشع ولا بالقلب المخبت ولا بالقلب؟ هل انت شعر؟ طيب يا ترى بتعرف اليوم قديش حالة قلبك؟ قال أنا عامل اي كي جي طارع فلي فلي مرسوم ايكي كله ايكي زي مظموم كله طارع أبدا كيف قلبك؟ قال كله شيخ لا تحكي يعني أخي والله الملائكي ما هيطلعولك على هذا بيجيب القبر بيجيب الله بيقول له قلبك شو؟ بيقول له هاي التخطيط ما في كله تمام كله سليم فأديش يا أحبابنا اليوم كل ما عملكون وبجوز نحن مقصرينها بعلم القلب بعلم القلب الجسدي القلب العضلي ليش لأ في مجال نعمل أكتر ونعمل أبحاث أكتر ونساعد الإنسان أكتر ولكن يا أحبابنا أين قلب الروح؟ أين قلب الإيمان؟ أين مدارسه؟ أين معلمينه؟ أين إذا وجد شيء إستاذ أو معلم نتآمر عليه؟ ومنحاصره ومنحيده؟ وشو بنا ننتصر بعدين؟ ننتصر يا دين الإسلام؟ مين هذا اللي بينتصر؟ على مين عم نضحك؟ على مين عم نضحك يا أحباب؟ خلونا كون معني شيء وعيانين كون واضحين كون فهمانين ما أنا كنت بقبل بأي شيء إلا أنه والله حدا يضحك علي أو يستسخفني أو حدا أخي عارفانين إحنا شو صاير؟ فهمانين كل شيء صاير كله مفهوم ما في شيء مخبة بس كمان ما بنقبل أنه والله أخي نمشي هيك بالواحد بنضحك عليه مرة مرتين ثلاثة أربعة مو سبعين تمانين سنة بيضلعون بتضحك عليه أول مرة نضحك وبعدين نطلع أموه تالي مرة نضحك تالت مرة والله حفظونا يا هبصم قصة الراعي الكزاوة كنا بالاتدائي كلنا هاتنا حافظينا قالوا انه هجم الديم إجاء الديم ما في ديب رجعوا رجعوا لما هجب الديب صرخ صرخ ما حدا ما حدا ما حدا فطني عليه ولا حدا اطلع فيه ولا حدا فكان يا أحبابنا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر قال بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم عاشوا فتن مثل قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي ليش يبيع دينه بعرض من الدنيا طارت الدنيا هي الأساس طيب أما قلبك شو وضعه هذا القلب هذا الفضيلة الربانية شو أموره كيف صايره فأحبابنا حاولت أني أوجد تصنيف للقلوب فوجدت أنه اعتنى القرآن بالحالة القلب اعتنى فيه عناية كبيرة فقال لك القلب المطمئن شو القلب المطمئن وهذا يعتبر من أعلى الدرجات من أعلى الدرجات ليش قال لأن هذا يوم القيامة يا أحبابنا يوم القيامة يوم بيكون مجموعة تريليونات من البشر كل بني البشر كل الخلق كلهم مجموعين بصعيد واحد واحدنا بيتمنى نقطة مي بيتمنى شو بيتمنى حدا يتطل عليه يعرفه ليش لأن بهاليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته مهرب ما أحد لكل مرئم منهم يوم إذن شأنهم يغني كل واحد ملتهي بمصائبه وملتهي ببلاوي بيتمنى حدا يتعرف عليه تصور بهالموقف هذا ينادى على فلان شو قال يا أيته النفس المطمئنة أنت يا صاحب ارجعي إلى ربك راضيتان مرضية فادخلي في عبادي وادخلي من اللي يبدأ ياخده ويدخله تتلقاهم الملائكة تصور بهالموقف يا أحبابنا أي عز أعظم من هالعز أي شرف أعظم من هالشرف وأنا بعرف كل ياتكن أصحاب همم عالي أنا بعرف كلكم أصحاب همم تواقة وكلكم بتحبوا أعلى المناصب وأنا مع هالشي هذا ولكن بدنا ناخد أعلى المناصب بالدنيا وإيه بالآخرة فهذا النفس المطمئنة فأعلى المراحل يا أحبابنا الذين آمنوا كيف تحصل هذه النفس المطمئنة هل الطريق واضح الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب من تهي ما بدتين حكوا فيها قال يطمئن أعطيب أخي هل شعرت بطمئنينة بالذكر الله هل حينما يذكر اسم الله تشعر بقلبك شو يعني هل حكي هذا قال يعني قلبك حي قلبك متفتح يشعر بالنور الموجود باسم الله يشعر بالنور فإذا ذكر الله قالوا هذا فشو بيصير هل بتصير هل الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الرعد 28 قال كذلك يا أحبابنا هناك القلب المنيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يرجع إلى الله يتوب دائما في هذا دائما بهالحالة هي دائما فلبسته هالحالة هي حالة إيش الإنابة الرجوع إلى الله العودة إلى الله بعدين يا أحبابنا قال القلب الوجل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قاله كذلك يا أحبابنا جواز السفر إلى الآخرة شو جواز السفر إلى الآخرة قلب السلم وعلى لسان مين على لسان أبو الأنبياء قال أنا إسلحالي إذا معي كذا إذا عملت هيك إذا قال والله يا أخي يا ريت قال له ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وين اليوم وين القلب السليم وين صف القلب السليم وين أكاديمية القلب السليم وين منهج القلب السليم في ناس اليوم بتعرف من القلب السليم اسمه يعني وقال لك إيه أخي أنا بعرف وكمان أبو السليم جارنا أبو السليم كمان شو كمان أبو السليم جارنا يعني وفي سليم بعرف سليم وأبو السليم كلهم فأحبابنا إلا من أتى الله بقلب سليم ومين اللي عم بترجع الرجع هذا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا سيدنا إبراهيم قل لي ذكر عنه بالقرآن إذ جاء هو بقلب سليم يعني الله عم يصفه إنه هو صاحب إيش قلب سليم مع ذلك عم بترجع رب العالمين إنه يوم القيامة أنا أكون من أصحاب القلب طيب اللي لا شاف القلب السليم ولا عرف القلب السليم ولا سأل رب العالمين عن قلب السليم مرة واحد قال لي يا شيخ والله أنا كل هالإيام ما خطر ببالي هذا الموضوع ولا سألت رب العالمين إنه أنا بدي هذا الموضوع يا أحبابنا بدنا نسأل الله بدنا نطلب من الله بدنا نترجع الله عز وجل وبدنا نسعى بكل ما أوتينا من قوة فنتابع يا أحبابنا نتابع على مسح سريع أنا عم بعمل موضوع القلب مسح سريع لأهمية هذا الموضوع عندك القلب السليم عندك القلب الوجل اللي ذكرنا عندك القلب اللين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم لشو إلى ذكر الله ففي القلب إيش القلب اللين في القلب يا أحبابنا الرحيم الرؤوف وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة شوفي بقلوبهم اللفلام لك يا أخي هذا بقلبه ما في زرة رحمة ما عنده أبدا بس أخي قديش بيطلع لنا من القصة شو بيجينا من هالموضوع شو بنعمل بقلبه قال لك لا في بقلبه لا رأفة ولا رحمة ولاحظ يا أحبابنا لاحظ يعني قال لك وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني هاي نتيجة ما فيك أنت تساوية بدك تكون من الذين اتبعوه لا الله عز وجل الاتباع الصحيح الاتباع الحقيقي الاتباع اللي هذا ساعة رب العالمين بمنى عليك بتصدق طبعا تواعوه سيدنا عيسى وكل نبي يعني اليوم دائما أخي الكريم هذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في سبب خاص نزلت الآية فيه ولكن العبرة بإيش العبرة بعموم اللفظ كذلك يا أحبابنا القلب الساكن القلب الهادئ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فتح أرمى فتنزل السكينة بتلاقي الواحد بيقول لك تلاقي واحد خايف مضطرب كذا فجأة بتذكر رب العالمين فجأة بتجي إلى الله بيصلي كذا بيقول لك ارتحت فك شو صار معك قال أنا موعد فارقة معي كنت عم بتولول ودأدئ تاليفونات قال لك لا خلاص أخي ما ترح ليش نزلت هالسكينة في هذا القلب فأورست عنده هذا الأمر كذلك يا أحبابنا القلب القوي رابط الجأش وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعى من دونه إله اللي قد قلنا إذن شططا أصحاب الكهف كنا مطارضين ما عندهم شي بالدنيا ولا في شي والملك لاحقون وإذا حدا شافون سلامتك وين بنته بأنه هذا الله أعلم بأنه أبو فقال لك لا فالله عز وجل ربط على إيش على قلوبهم كذلك يا أحبابنا القلب المخبت وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم الحج 54 كل هالتصنيفات وهالمعاني يا أحبابنا هي قبل أن تكون كلام هي شو هي حال هي حال ذوقي يا أحبابنا حال ذوقي ينتقل به المؤمن من حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة قال أنت شو قال والله أنا تسعتني بالقلب الليل أنت شو أنا كذا أنت شو أنت شو أنت شو أنت شو قال والله أنا برات المدرسة تبع القلوب لا ما انتسبت إلى مدرسة القلوب وإلى أحوال القلوب وكذلك يا أحبابنا قال طيب إذا معناته إذا ما كنا من أصحاب المدرسة الأولى قال معناته نحن من أصحاب المدرسة الثانية قال ما في حال ثالث قال لا يا بي هالمدرسة يا بالجامعة يا برات الجامعة يا بالمدرسة يا برات المدرسة شو المدرسة الثانية قال المدرسة الثانية اللي يعني الله عز وجل كمان بينا يا بالقرآن الكريم القلب المطبوع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال شو هذا القلب المطبوع قال ساحة القلب يا أحبابنا حينما تتسلط عليها الزنوب والمعاصي كلما أذنب العبد ذنب نكتت نكتة سوداء في قلبي مع نكتة سوداء مع كذا مع كذا فإذا عم الظلام القلب شو ران دخل بالران إلى حالة الطبع انطبع القلب كله ياته صار سجي عنده صار سجي عنده الكذب صار سجي عنده المبيقات صار سجي عنده الكحول صار سجي عنده كذا صار سجي عنده الغيبة كله صار عنده شو بطبيعته ففي واحد فيه أشخاص تطلع عليه أول ما بتحكي معه بيكذب لك أخي ما لك منطر تكذب ليه عندك كذب لا صار عنده كذب استباقي انه أنا بيكذب الكذب بكلك يحتاج تله بعد شوي مناورة يعني فهذا شو بيسموه كذب ايش كذب استباقي يعني بيسلف عليه لك تلاقي فمرة قال لي واحد عن شخص قال لي بالله عليك فلا ما بيكذب قال لي بالله جدا عم تحكي يا أزالي بيقلك الكذب لا تكذب فحبيبي يلي بيكذب شو هو اللي بيكذب هو بيكون عم بيصدق بمرحلة بيكذب أما هذا لا يصدق أبدا هذا ما بيصدق لحتى يكذب يعني في واحد قلت له هذا ما بيصدق لحد كل حكيه بتلاقي من أول لآخره كله كذب يعني فهذا ما اسمه كذب هذا خارج مجال التقييم هذا خارج الصدق والكذب هذا هذا بره كله برات الجيم كله طالع من القصة حتى يكتب عند الله كذبه يكذب ويتحرى إيش الكذب يا أحبابنا فيخرجوا هالشي فالقلب يا أحبابنا القلب القاسي فويلوا للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلالين مبين من ترك الزكر من هجر الزكر من البعض عن الذكر شو بيصير بالقلب يا أحبابنا قاسي ما بيحركوا شي ما بيحركوا كيف كان بالجاهلية يا أحبابنا لك يدفنوا بنات وانأحياء لك مو قلب قاسي هذا يعني اليوم اليوم معلشي بدفنوا الولاد وبدفنوا أطفال بس أوعى إذا تفشكلت لك بشي قطة هيك واسأت معاملتها فأنت إنت ساعت أبو قلب آسي أبو قلبي إيش قلبك آسي أنت ما أما يا أحبابنا صارت مفاهيم القسوة كانت واضحة لكل البشر ولكل الناس القلب المقفل أم على قلوبين أقفالها ولي قال أخي شو أنت والله ما بحرف شي والله طعت لي قلبي ما يعرفان بقى من جماعة أقفالها ولا من جماعة القاسي ولا من جماعة كذلك يا أحبابنا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر المقنون المغطى المستور ما بيفهم شي بالقرآن طيب قال إذا واحد قال أخي أنا عم بقرآ بس ما عم بفهم شي ولا عم بحس بشي ولا عم حتى في غطاء يعني إذا واحد المريض قال له والله أخي حطينا له العسل بيتمه ما سطعا بشي فيا أم كورين مضروب موضة جديدة يا أما الحليمات الزوقية كلها مدمرة يا أما في عشرين طبقة على لسانه ما عم في بشكلة ما لحتى يكون بهذه إيش الحالة فكذلك يا أحبابنا القلب الذي عليه الران فغطى بالذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بس شو اللي بصيبه بيقول لك واحد اي ران ران يعني لا والله هاي بالذات مو ران ران لا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجومون يا أحبابنا هاي هاي للي بيعرف بيعرف هاي أقسى من جهنم يا أحبابنا هاي جهنم الحقيقية بالآخرة إنهم عن ربهم يومئذ شو اللي بيعرف شو بهذا بيقول له يعني تدخل الجهنم ولا تحجم بيقول لك بقبل بيهلا ما لا بيقول لك هاي ما حجوبون شو ما حجوبون قال إذا طيب إذا بالدنيا حجبنا عن نور الله إذا بالدنيا حجبنا عن معرفة الله إذا بالدنيا حجبنا عن محبة الله فكيف قال فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسب القلب المختوم قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فأول شي يا أحبابنا الغفل قلب الغافل بيلحقوا الران بيلحقوا الطبق بيلحقوا الختم بعد ما بينطبع القلب كله شو بيصير ختم قال أخي شو صار فيه قال له أخي كتابه عبينطبع القرار تبعه شو عبينطبع أوكي طبع القرار يعني خاصة بس بعد ما هذا توقع شو ختم بعدين بنحط بالظرف بنقفل بنقفل يعني كل مرحلة أفا مرحلة أفا مرحلة فالقلب المغلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هدول لسه على الغلف لسه قليلا ما يؤمنون يعني فيه احتمال أليل أنه يرجعوا أما هذولك ختم الله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله خلاص ختم تسكر ماعد في القلب المرعوب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين القلب المشمأز وإذا ذكر الله وحده إيش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون إيش مأز لما بيسمع الأدان أخي لا إنت يعني هالتخلف هذا ما حلنا يعني بيسمع كذا بيسمع قرآن ليب 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 أخي شو أخي شو ما طالع معك على السحة الدحم بوح على الكذا شو ما كا أنا وقت بسمع القرآن يعني ليب ليب ما بدنا نخربت في ناس يا أحبابنا ما عم بحكي لكم أنا على قصص ألف ليلة وليلة أشخاص شفتهم وبعرفهم وكذا فكذلك يا أحبابنا القلب الذي لا يفقه لهم قلوب لا يفقهون بها القلب الذي لا يعقل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها القلب المنكر يا أحبابنا فالذين لا يمون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فالقلب المغمور القلب المريض القلب اللهي القلب الزائغ القلب الآثم حالات وحالات القلب الغافل القلب الأعمى القلب الغليظ القلب كلها مذكورة في القرآن الكريم كلها مذكورة بآيات صريحة واضحة جلية القلب المرتاب ولكن أخطر حالات القلوب واللي حاولنا إذا أدما حاولنا نعبر عنها صعب لأن تفسيرها لن يكون إلا بالآخرة ممكن لا إلا مرداء دفعات باللغة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة بعد ما صرنا عظام وقلنا لك شو نرجع خلص يا عمي هي الدنيا بس عيش حياتك وباقي بعدين كله أساطير إيش أساطيره الأولي فتصور هذا اللي كفر بالله كفر بالآخرة فجأة بعد ما هذا رأى حاله أمام مشاهد الآخرة شو حالته هذا قال هذا قلبه واجف شو يعني واجف والله ما بتسرق إلا حالته هناك خائف مرعوب ماله هذا قلوب يومئذ واجفة يا أحباب كل حالات حالات مذكورة كل حالات سنشاهدها بالآخرة سنشاهدها بيوم القيامة وفي ناس عايشين اليوم في حياتهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم في قلب المنافق في قلب المصروف صرف الله قلوبهم حالات وحالات وحالات فكل هذا يا أحبابنا كله مذكور وكله محطوط وكله مبين لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا أم سلمة من أمهات المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا أم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شو كان أكثر دعاءه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك مين اللي عم يدعي هيك قال شو اسمه الشيخ فلان مين النبي عليه الصلاة والسلام النبي اللي عم يجتمع بجبريل وبكائيل طيب قالوا أنا شو أنا يا حسرتي على أنا يا حسرتي على حالي شو أنا إذا النبي عم يقول ثبت قلبي على دينك والله يا أحبابنا وننسجد ونندعي وننبكي قال له يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب ثبت قلوبنا على محبتك يا رب ثبت قلوبنا على ذكرك يا رب يا رب قال أخي شو ثقل الزهم صار بالأرض لا تقول لا تقول تبدأ بأشجلطات بتبدأ أما الأمور التانية عادي يعني إذا بكنا والله قلبنا غافل ولا لاهي ولا ساهي ولا عليه ران ولا عليه كذا ولا عليه كذا فالواقع يا أحبابنا يعني هاللقاء هالجلسة هي جلسة تقوف مع النفس جلسة نراجح حساباتنا ليش نقل سنعتنا بالدنيا والتوب اللي بدك ياه بتلاقيه التوب اللي بدك ياه بتلبسه تسعاله تطلبه من جده وجد ومن سار على الدربي وصل يلي يلي حققوا هالآيات هاي يا أحبابنا سواء السيئة سواء الجيدة هالحالات القلبية بشر مثلهم مثلنا بس فيش يختار هذا الطريق فيش يختار هذا فيش يختار هذا الطريق فاختر لنفسك ما يحلو يوم يا أحبابنا نحن والله ما عم نعطي درس ناؤنه هذا درس لا أو محاضرة أو تفسدي لا 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 يوم يا أحبابنا نحن عم نحكي حياة أو موت عم نحكي سعادة الأبد أو شقاء او شقاء الابد لسه معنا وقت لسه معنا وقت لسه ممكن ايش لسه ممكن نستدرك لسه ممكن نلحق حالنا قالوا اللي برا طب شو نساوي شو نعمل اللي بيجي اهلا وسهلا اللي ما بيجي لا حول ولا قوة الا الا بالله والله يا احبابنا والله العظيم اقول لكم هذا الكلام وقلبي يحترق على كل كلمة وكل اي قرأتها وقلبي يحترق ليش لاني والله بعرف حالي اصر اكتر واحد فيكم اصر اكتر واحد فيكم والوقت عم بيمشي الوقت عم بيمشي الم ترى ان اليوم اسرع ذاهبا وان غدا لناظره وان غدا لناظره قريب لذلك يا احبابنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويدعو ويدعو يعني بغزوة حنين لما نزل قول الله عز وجل ولكن حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم شو زينة الالب قال الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفرة والفسوقة والعصيان الحجرات الاية سبعة فبعد غزوة احد حيث يعني كان الم الهزيمة ومر المصيبة تميد بالقلوب معنى الرسول الله معنى الصحابة معنى رب العالمين والوحي عم بينزيل وهزيمة فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع اصحابه الكرام واسنى على الله عز وجل بما هو اهله وكان من دعاؤه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفرة والفسوقة والعصيان واجعلنا من الراشد قال تلاقي بيكره الكفر قال له اخي يعني جايب لك كاسي كاسي هيك خده هيك بالسلطن يعني كل همومك قال له نفسي تقرف اني اقدم على هذا الموضوع نفسي تعاف يعني ان يكره ان يعود الى المعصية كما يكره ان يغزف في ايش كما يكره ان يغزف في النار فوالله يا احبابنا ما وجدت في كتير انسجام بين احاديث النبي وايات القرآن الكريم ولكن اشد انسجاما في موضوع القلب ليش تقول موضوع خطير دعاء ان نبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ان الحديث دعائه قالت كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني وكذلك يا احبابنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل القلب السليم النبي اسأل الله القلب السليم وأسألك قلبا سليما حديث طويل حديث طويل النبي فتصور النبي طب قال انت كم مرة سألت رب العالمين القلب السليم كم مرة كم مرة ترجيت الله عز وجل إنه يعطيك من أراد أمرا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه لما رب العالمين بده يعطيك منحة أو يعطيك مقام أو بيهيئ لك شو بيهيئ لك الأسباب والحال يا أحبابنا اليوم هذا الاجتماع هو سبب من هذه ايش الاسباب سبب يقول لك دخيلك اخي انا شو بدي يساوي انا شو بدي يحصل هاد الصالة انا اليوم يا احبابنا والله كل شغلة اخي فلان دخيلك انا اذا بدي يساوي الشغلة كيف يساوي انا اذا بدي يعمل سيارة ليز انا اكلت مخالفة من البوريس انا بدي يسأل الانسان بيسأل نسأل على كل صغيرة وكبيرة طيب وهذه الامور قال لا شو شيخي بكرة ما عشي بالاخرة تمشي ايه مثل ما بدك خليه لقلوب يومئذين واجفة خليه لهديك اللحظة مثل ما بدك روعة الاسلام يا احبابنا يعني قال له نصحتك علما بالهواء لا تركها الشغلة كلها شو بدك فيها نصحتك علما بالهواء والذي ارى مخالفتي فاختر لي نفسك ما يحلو وانت نقي الشي اللي بدك يا والشي الذي يحلو الى نفسك فمثما ان كام الدعاء النبي ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهدي قلبي انني محمد صلى الله عليه وسلم يلي الله عز وجل قال عنه وانك لتهدي الى صراط مستقيم شو انت تهدي الى صراط مستقيم شو عاب يقول له عاب يقول له وهدي وهدي قلبي والله يا احباب بدنا ندعك اليوم يلي بيحسن يقوم قبل الفجر هلأ فجر عم بيقدين يعني ستة يعني يعني اذا فقت ستة بتلحق تعمل شو بتلحق بياخد السحر ما تحكي مع حدا ولا ركعتين بوشك ع السجادة قل له يا رب دخيلك يا رب دخيلك سامحني يا رب ما ليغي انا من علي بالقلب السليم اهدي قلبي سبتني على دينك سبتني على طاعتك سبتني هاي وظيفة يا احبابنا وظيفة اهل شيخي قديش مدتا اهل مدت كتير محدودة وكتير بسيطة اهل يعني قديش اهل من هلأ الى ان نلقى الله عز وجل قال كم لبثتهم قال يوما او كل الحياة يعني سوريا كان عندهم هيك حس الايمان وكذا خاصة على المكاري تبع الباصات فكان يكتب على المكاري تبع الباص الدنيا ساعة اجعلها طاعة هلو يعني صحيح كان يحط له لا تلحقني مخطوبة والفين رسمالة وابو عبدو خيالة بس كمان الدنيا ايش الدنيا ساعة اجعلها اجعلها طاعة فالدنيا ساعة يا احبابنا بالاخير فخلينا نجعلها بطاعة رب العالمين فقال ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي واهدي قلبي كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد في الصلاة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدينا سبيل السلام ألف بين قلوبنا خلي قلوبنا تتآلف قلوبنا تنتزج على محبة الله ورضاء الله وكذلك يا أحبابنا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم بيخرب بيهتري بيهتري كما يخلق الثوب شلون ستوب بيعتا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم شو يجدد في واحد شو بتقول له بيقول لك ما ليل أف أف بيطرأك أف بتروح من هون لأرورة توصل لأرورة الأف تبعو أخي شبا شبا سيارتك فيها شي لا 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 حساباتك فيها لا لا دايخلية ما بعرف ليش دايخلية شو السبب إنه دايخلية ما بعرف الدنيا كله معجبتني أزمة متصف قال بدك تجدد الإيمان ترجع للك يا أخي وقت كنا شباب نصوم باندفاع نأرغل هلأ يعني هيك يعني عم نصوم تكلف كذا شو بدك بدك تجدد الإيمان في قلبك بدنا نسأل الله عز وجل القلب السليم فالنبي عليه السلام كما ذكرنا أنه كان من دعاؤه وأسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خيري ما تعلم وأعوذ بك من شري ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام إنك أنت علام الغيوب كذلك يا أحبابنا اللهم اجعل في قلبي نورا كذلك اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وكذلك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونورا صدري وكل هذه الأدعية وردت بها أحاديث صحيحة القلب يا أحبابنا وساحة القلب والله لا تكفي دورة كاملة يعني لو بنساوي دورة أنا عندي يعني أعمل كورس كامل لموضوع القلب وعندي أمل يوما ما أن أعطي هذا ليش لأن القضية يا أحبابنا مثل ما ذكرنا ليست قضية كلام ممعنة أنا أخذ الآيات علم القلب هو علم حسي وذوقي شو هو هو علم حسي وذوقي ومن ليس لديه هذا حس وليس لديه هذا الذوق حتى لو تحدث بهذا الموضوع فلن يكون بهذا الأمر فائد مو شغل أنه أنا أفتح أو أخذ كذا أو أحد ما هي القضية القضية بهذا الموضوع أبلغ من ذلك فالله عز وجل يسبتنا ويسبتكن يسبت قلوبنا على محبته يسبت قلوبنا على دينه اليوم يا أحبابنا فتن كغطع الليل المظلم ابتلاءات من العيار لتقيل شو ابتلاءات من العيار لتقيل وكل ما له العيار عم بيتقال كل مرة نقول هالمرة وين بدأ تيجي من وين بدأ تيجي ما عبتلاقي كيف انطبخت وتفبركت وأجيت يعني يمين يمين شغال يا أحبابنا يعني تشاتش جي بي تي والأرتفشال انتليجن والأي آي والكذا ما لا بنشوف أصص والزكاء الصنعي والقضايا والحكاية اليوم بنشوف لسه أصص فالله يسبتنا يسبتنا يسبت أبنائنا بنا نهتم يا أحبابنا اذا ما غرسنا الإيمان بقلوب هالأبناء وسبتنا بوتد واثنين وثلاثة واربعة بدأ يجي إعصار مو يطير الخيمة بدأ يطير ناطحة السحاب بدأ يطير ناطحة السحاب فالله عز وجل ينقي قلوبنا الله يرزقنا القلوب السليمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة